ابو خليل ابراهيم ايوه اتفضل ايوه ازا حدودك يا دكتور ربنا اصترك عندي سؤالين السؤال الاول انا للاتف دايما في اخلاف دايما مع زوجتي بسبب موضوع الخلفة يعني احنا عندنا طفلين ولد وبنت وهي عايزة يكون في طفلة ثالث وانا شايف بصراحة يعني مش هينفع انا ابتكرت العكسة ابراهيم اه بالضبط ابتكرت انت اللي عايز جيش وهي مش عايزة جيش لا هي اللي عايزة ممكن تخليها تسمعني ثانية ثانية مش هطول سيدنا قل لها بس قل لها قل لها سيدنا زكريا سأل ربنا زرية الزرية دي تو ماتش يعني مش كده زرية ربنا استجاب له وده له يحيا only one بسمعها الجملة لا لا اعيزة عرب بس هل انا مذنب لا من تشموذني بولا حاج لا من تشموذني بولا حاج وتتفق معه ما تخلفوش انتو لتنين حتى لو ايها قادرين مدين جدا لا مالهاش دعوا بالقدرة المادية في قدرة نفسية وفي قدرة اجتماعية وفي مقدرش ربي بقول لحضرتك سيدنا زكريا سأل الله ربي هبلي من لدنك زرية طيبة كان قادر ربنا يدينه خمسين عاشرة ادينه يحيا واحد واحد بألف لو احنا بنفهم القرآن اهلا وسهلا يلا بقى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويبقى بكرا ان شاء الله ولا يحض على طعام المسكين العنوان الجديد هو لان ده موضوع مهم جدا ولا يحض الحض ايه الفرق من الحض والدعوة زي ايه الفرق بين يهمل اليتيم ويدع يدعي دي يعني يخبط بكوعه يضرب باي حاجة حيث اقول لكم معلومة في اليتيم اليتيم من مات ابوه وقد قسمه العلماء كسمين يتيم حقيقي ويتيم حكمي فقالوا اليتيم الحقيقي من مات ابوه ودفن واليتيم الحكمي من عاش ابوه ولا يسأل فيه فوجود ابيه كعدمه فهو في حكم اليتيم الا ان الناس لا تفطن له ولا تنتبه له ولا ترحمه ولا تعطيه انا عايز اقول لكم الناد عليه الصلاة والسلام ما كان اسهل عشان تعرفوا الدين اعرف دينك اعرف دينك اعرف دينك اعرف دينك قال ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم كهاتين في الجن مو كان هذا يقول انا والمصلين كهاتين في الجن ولا يعني ذلك الاقلال من قيمة الصلاة انا وصايم رمضان كهاتين في الجن ومش معنى كده الاستهانة برمضان فمن شاهد منكم الشهرة فليصمه ولكن اختار كفالة اليتيم لما لها من عظيم الثواب عند الله وعايز اقول لكم حاجة قبل ما يقولولي اختم هي ايه والله عزيزة علي ان انا ما اقولهاش وكويس اروح مبسوط لما اقولها احيانا مش انت تعرفوا اهميت وجود الاب في حياتي بنته او ابنه احيانا تلاقي عيل عنده خمس سنين اربع سنين ست سنين سبع سنين ريخي مرخامة وشائشة اوة ويدخل بيتك ومعاه بابا فيوعى لو يقوله قعد قعد رسحك انت كصاحب بيتها الطاقة وتقوله يا راجل سيبه اتحرك يا حبوكش يا حمادة لا العب مع اخواتك بس النبي ما تكسر يبدأ عليها عشان بيغاني علي لو انت ميت حيدعه يعني وجود الاب مش بس حماية لطفله وهو في الترب لا حماية لطفله وهو موجود يكرم الولد من اجل ابيه يطعم الولد لان الصينية اللي حاجبها لابوه اذا كانت فيها فاكهة حينوبه جانب اذا كان فيها لحمة تجي انت تقول الولد اللي نفسك تضربه بالنار ده اتا تقولش ليه كلي حبيبي اللي هو حبيبك لا ابوه اللي حبيبك فالاب حيش بلاوي عن عياله بيكرمه لسواد عيونه وبيعمله معاملة مهذبة احتراما له وتقديرا لوجوده فاذا مات الاب افتقر هذا الصبي او تلك الصبية الى امرين الى جانب مادي وهو انقطاع الذي كان يسعى بالبركة والخير ويشتغل اوفر تايم وما ينمشي لعلشان يجيب للنايم وهو بيدعيله ربنا يبارك في نمته ينم ويتهنى وانا اشأى ينعد وانا احصد الالام والاوجاع واتيه بما يشتهي من طعام وشراب واموال ويفقد الجانب الاخر وهو الجانب الاجتماعي القائم على غير معاملة مادية يتحمل سخافاته يتحمل تصرفاته الغريبة